وصلت كاميرا رؤية إلى هنا إلى مفترق ما يعرف بالنص أو شارع البحر هذه المنطقة خلال الليل كانت حامية وكانت ساخنة للغاية بفعل الاشتباكات التي دارت بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي كما تلحظون في الصورة هنا عملية النزوح المستمرة لمواطنين كثر قدموا من مدينة خنيونس من منطقة المعسكر منطقة جامعة الأقصى كذلك المناطق المحيطة بمجمع ناصر الطبي على الاعتبار أن هذه المنطقة باتت منطقة ليست آمنة البتة هنا نرصد وإياكم إحدى الشهادات حول ما جرى الليلة الماضية يضيك العافية والله عافية والرايح والله شيح نطلعنا عرفه من منطقة لمنطقة قاعدين منتنقل خشعوا المعسكر في الليل بشكل فظيع وقصب عشوائي وإصابات ناس تبهدلات بنت جمبنا استشهدت من هذي كاب الطيارة هذي الاستطلاع كيف كان طبيعة القصف الليلة؟ والله شوائي وقصب جامد جامد أول مرة نشوف قصف زي هيك تقول قرام قوم بالنووي علينا يعني بشكل مش طبيعي يعني هاي أعنف ليلة على خان يونس أعنف ليلة وتبع وزير الدفاع بقال بدي يخلص على خان يونس لكن إن شاء الله هو اللي راح نخلص عليه طيب احكيلي الآن انت راي عرفه عارف وينك تروح؟ هاي بطريقنا ومشيين وين بنلاقي المكابل اللي نقعد فيه عام المال يجي يجولنا حدا اللي يعملونا خيم ما يعملونا حدا إيش ما أخد معاك انت؟ بس هيش أنا تقول ولد ومفرشة بخد هاي اغراض يعني النام والمشي الليل اللي احنا مشيين فيها السلام ان شاء الله إذن هي صورة الوضع عائلا في العائلات الفلسطينية تنزح من مدينة خان يونس من المناطق الغربية هذه المناطق يقول الاحتلال والدعاء منذ اللحظة الأولى لهذه الحرب بأنها مناطق آمنة على اعتبار أن هذه ما تعرف بي المواصي أو سوافي المواصي هذه المنطقة قال الاحتلال إنها آمنة ولكن على رغم من هذه الإدعاءات إلا أن القصف طال الأماكن التي يتواجد فيها عدد كبير من النازحين مثل جامعة الأقصى غازل علول من أقصى جنوبي خان يونس رؤيا